لا تجل ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد حلقة جديدة من ما بدا هالقد لأ إنسان حبيتوه بكل المجالات حبيتوه بالتقديم حبيتوه بالتمثيل حبيتوه بالكتابة حبيتو قلبه الطيب من جوا من جوا من جوا وبالمقابل حبيتو تمثيله الرائع يعني إن كان إنسان بمثل الخير أو الشر دايما هو إقال محبة طارق سويد كيفك؟ حبيبتي هلا ممثل مؤذمة كل شي هادي شهادة من صحفية كبيرة بحبها كتير وبحترمها كتير الله يخليك يا طارق مستعد لما بدها الآن مستعد على الآخر معيك عطول مستعد خلينا نبلش أول شيء مبلش بالبرنامج اللي انطلق على الـ LBC من رأس السنة مطرحك مطرحك بقلبي مطرحك وما عدنا لقينا أنه كفت هالحلقات اللي نحنا كتير مش تقلون رح أقلك شو صار الحلقة ما كانت معمولة لتنزل بمناسبة كريسمس أو نيو يير عم نصور الحلقات الإدارة حبت كتير الحلقة وقرروا يعملوها سبيسيالي حطوها وما قدرنا نكفي دغري وراء لأن أنا ما كنت بعد مسجل حلقات فقالوا منحط هذه الحلقة كمناسبة لأنه خرج جوه عيد الميلاد ومنرجع منكفي وهيك صار يعني من الأساس هو ما كان أنه ينزل على كريسمس بس لقوة مناسبة بلك تعملو تاتون مقزة بجي بريتينج أو شيء يمكن كمان قرار إدارة يعني كان بس ماك يا أبو غصن كانت رائعة معك بحتي كيل أنه كنت ماليابل معك تمشي بالدور على الآخر أنا بحس بهيدا البرنامج قد ما فيه أشياء بدو يكونوا ناس كتير مرتحين مع حالهم يعني مش عم بفكر شو بدون يعملو أو شو بدون يكونوا عفويين بدون يكونوا عفويين وبدون يكونوا عن جد قدرين يحطوا حالهم أصلا مجرد ما توصل إلى المحل أنك تعيش في محل حدا يعني صورت حلقة مع توني بارود فظيع كان مجرد ما توصل بديك تحطي حالك مطرح حدا وهل أدي حياته فيه وجع يعني بتخسري أنانيتك والإيغو طبعيك أنا قبل ما بطل شوفوا عيوني منيح في مرة جربت أني قولك ضرير كيف يعيش جربت نص ساعة عيش بالعتمة بالنهار يعني ما قدرت أتحمل منشانيك بفهم شو يعني الواحد أنه يكون عنده هالقدة حمل وجع تا يقدر يعكسه يعني أنه واحد ما بشي حمل وجعه فيه ولسا تبكت اللي عم بتقوليه كمان الحلقات اللي رح بيكونوا بالبرنامج اللي صورناهن رح شي مؤثر جدا أنه نعيش مطرح ناس عندهم احتياجات خاصة أو صار عندهم مشكلة أو لحقلك لا أنا هالبرنامج بيعنيلي وعملتوا بطريقة إذا بدك شوي شو بقوله مديرن أكتر أنه أنا بكون قاعدة بأبيفان وعم بسمع لجديد الأمور بس أنا عطول بحط حالي محل غيري يعني بيجي أنا بالنهاية إنسان يعني مرات بيجي لا أحكي على حدا أو بيجي لا حتى اتصرف طريقة ما تقللي طاري أعرفت إيها بالعربي اللي مشبرح أكيد تحسينها بهالشي إيه بس مرة بيجي بس لن بدي أحكي حسبي عكار بدي أقول هاي الشغلة برجع بقول لو أنا محله ليه بدي أحكم عليه ما بعرف إيه عندي هاي الشغلة لأنه بحط حالي محل الشخص لأنه ما بيقبلوا اللي ما بيقبلوا عليك ليش أدهم بك ما نجح تعبت فيه كتير مشان هاي كي بنقاهر وعطول بقول تعبت يعني أكتر من سنتان كتابة بتصور كان فيه مشكلة بالكاستنج كبيرة منها صغيرة يوسف الخال لا يوسف روح يوسف كمانا كتير كان زعلين وخيب أمله وما يقبل أنه نحكي بالموضوع أبدا لأنه يوسف روح ولأنه رح قالك شو عامل لعب من قلبه الدور وكان أخذ المسلسل على عاتقه بس البطلة كان بدأ كتير شغل يعني ما بتحكي عربي حتى المخرج يمكن ما فهم الجو اللبناني ما كان جو اللبناني مثل ما أنا كادبه ما لقيته بيشبه اللي أنا عامله يعني الإضاءة حتى كانت منها إضاءة كله بيأثر إذا بيجتمع مع بعضه وحتى بصير قول فيه حق أعليه يمكن ما لازم هلقدة الاشياء الوائعية يمكن لازم أعطي العالم اشياء أسرع أحداث سريعة أو لك حق عليك أو الحق على المنتج أو على المخرج ما بحث في حق على حد يعني ما حدا أكيد كان قاصد لأنه كل حدا كان عمشت أكيد ما فش حدا قاصد أنه يفشل عمل حتى ما ما يقولولي أنه الحق على المنتج إذا حدا عم بيحكيني يعني مروان حداد إستاذ مروان أصلا لو هلأ مش عم نشتغل سواء يعني أكيد ما راح يكب المنتج مصرياته إذا هو ما بدي يعمل شي حلو يعني كان إستاذ مروان عم يشتغل من قلبه بس ما بيقولي أنه مرة حداد في يوسف الخال في طريق سواء بكفي بلا ما نشتغل على البيئة يمكن قالوا هيك يمكن وهيدا الشي اللي أنا بشوفه منه منه منيح يعني أنا بحس من أصغر دور لأكبر دور بس هاي بحس المشكلة راح ضلعن بوجهها عطول بالمسلسلات يعني ولا مرة راح كون لأنه قصة الكاستنج دقيقة كتير كتير والزوء بيختلف يعني مش في فرق بين الممسل طب إذا بتتعمل متى مع مخرج كتير أبضاي مثل سمير حبشي بحس سيف على آخر تكون كتير مرتاح فإذا أنت ناطر الأوكازيون ناطر المنيسبي صح أنك تشتغل مع حدا بروفزيونال يعني أماليا كمان أمروان حداد المنتج مروان حداد بس سمير حبشي طيب مع نجح نجح طريقة يعني فتح لبور حتى اللي أخذ دور المسيحي كان مسلم دور الخوري زهاد وأترس صح عرفت صح أو درزي مباري صح درزي بتصور بقى واللي يعني تعيكسوا الأدوار ولكن كان الكاستنج كتير مضبوط كان كتير ضابط لأنه سمير حبشي يعني ما يعني غير شي أصلا أنا ملعب بالكتابة بيش بخراج سمير لكان ناطرينك سمير وما بدها الأوكاز أنا بحبه له سمير ما بدها الأدوار طريق سويد في عنا كمان شوية نقد ببرنامجنا يالله جبت سيرة أماليا يلي كان هو كامباك كتير حلو لندين الراسي من بعد ما كانت هي المرأة الكتير غنية بلونة وكذا وما بعرف شو بأماليا كانت المرأة الفقيرة مع أنه كان في تتواج وبوتوكس يعني إلا مرأة فقيرة فتكر هود كتير اشي هاي سوسايتي بس القصة كانت جدا رائعة هلأ ندين الراسي أوقات عم تتصرف تصرفات بتصدم البعض متان تقض على الأرض بتصور حالة هلأ مصورة حالة بالميوبس عاملة فلوع الصورة وهيك إشيه أنت شو رأيك بالوضع؟ بتعرفي أنا بقول أول شي هيدا شي بيعنية لإلا وحتى إذا حتى بصيروا يقولوا أنه بيأزية أو شي إذا بدو يأزية كمان بيأزية لإلا وإذا بدو يفيدة بيفيدة لإلا ومش عم بحكي هيكلة حتى أحكي بطريقة هيدا بس نحنا ما دخلنا أنه تعطينا هي الصورة الحلوة المثالية لك شاهدناها فيها؟ بلا نحن كجمهور بلا بس يمكن هي ما شايف حالة أنه اللي عم تعمله هو بشي أو اللي عم تعمله يعني يمكن هي مقتنعة بالشي اللي عم تعمله أنت شو بتشوف؟ أنا ما بقدر شوف لأن أنا بعرفها كإنساني وبعرف أنه بعرف أنه هي حدا كتير طيب من جوة بتذكر بفترة باسم فغالة كان قاطعة يمكن بفترة أو شي بس نحن عم نصور معه لقيت وقتها مش باسم اللي منعرفه أو يعني ليش كين باي؟ ما بعرف وقت صارت قصة ولدته وخيلته وهيك وطلعنا لنصور عنده وصار يشبقنا بالتفاح وهيك فهو تحسي أكلت على التفاح تحسم من بيضة ما تلاغن تزنخ عليك بس ما بحكم ما بقول لأنه ما بعرف شو صاير معه يعني أنه عن جهد ما فيكي تعرفي شو صاير معه يعني ما فيكي تعرفي شو بتقول لنا دين الراسي على الكاميرا؟ بقلها أنه بحبها وبقلها أنه بدي كتير بحب أنه ترجع بمسلسل متل أماليا مثل أماليا أنا يعني أنا عطول لما أسمي أعمالي بسمي هيدا المسلسل ولعم تعملوا ندين كتير حلو يعني الشقيقتان كان يعني ما هون ما هيدا هو الشي وارد جوري وارد جوري كمانا كتير حلو يعني أخذتني ركزات عليهم كم والشي ما عم بيأثر على تمثيلها يعني مشان هيك أنا بقول خال شو بدنا بهي كيف حرة تصرف انت ما بده؟ ما نحنا منقول شو بدنا بس ما هي عم تبرزهم على الإنستا وع تويتري عم تعطيهم للجمهور يعني صاروا مادة بإيد الجمهور مش ممكن بده تقول شي ما بده هلأت ما بده هلأت حطيت صورتك أنت وصبية حلوة خطبتوا؟ لا أنا ما خطبت أه ليه حطيت صورتك؟ أه ليه حطيت صورتك أنا صبية أه هلأ مش من زمان لحنا نزلناها أه عن جال لا ما خطبنا أه صديقة؟ أه حبيبة؟ لا ممكن تسير زوجة؟ موضوع بعيد هلأ أه ليه؟ بس ماني خاطب أو هيك شي رسمي ما عم تفكر بزوج؟ بحس لما لأ تفكير كأنه هيك حطوا هدف قدامي لا يه نحنا حسبنا أنه هيك في خبرية فرحة بدنا نقولها بهذه الحلقة لا كأن أمي مع تتك ما بده هلأت ما بده هلأت طريق سويد بما بده هلأت دي عرفنا هلأت عم تكتب شي لرمضان صح شو؟ مسلسل فيلم؟ مسلسل صدمة؟ مسلسل للأل بي سيه وقعت عقد مع الأل بي سيه بتنفذ للإنتاج معي أبي رعد اللي نفذت الحب الحقيقي ومبسوط كتير إنه بتصور هالمرة رح بيكون في عندي إذا بدك نقل كاست أكتر شارك بتنقية المسلين الكاتب بحب إنه لأنه هل عم بيكتب أنا بتصور إنه الكاتب أكتر من المهمة إن شاء الله يعني أنا بتمنى يكونوا الممثلين بس أنا بحث دك إذا عم تشتغل مع معي أبي رعد بحث دك إيه والشغل معها كتير حلو وميلاد أنا بلشت معه لميلاد يعني والأل بي سي عندها سور فار يعني بتعرف كيف تعمل الأشياء هايدي هي اختصاصة وهيدي هي دراستة وكو تمثيل صح يعني بالتمثيل فكتكون شرية بالتمثيل أكيد يعني إذا بدلت أطلع بدور الشاب المنيح مثل كأنه أنا صغيرة عم بيقول إنه شوفوا أنا هيك يا مدريشو لا أنا بالتمثيل ممثل مع إنه الناس بتخلط ومع إنه هلأ لما أمشي يعني بيطلعوا فيه مرات رصهم بقرف صاروا من وراء كمال من وراء كمال إيه يعني في ناس إيه بيفوتوا بالدور إيه أمي بكذا محل تكون قاطعة محل وهيك كنوا عم بيسبوها لألها قدامي بس هلأ مثلا بنتبه بعد هيدا الدور إكسور مش ضروري دور حدا شاب منيح ويمكن ضحية شي بس هلأ الحب الحقيقي بارت سي تالت جزء شو رح يستطيع بكامار رح يقوم من الموت ما مات كمال ما مات تقوص هيدا كله عرفنا بالآخرة بفوت كومة ببنقذو إخر تاك إنه إذا فيه جزء تالت ما بيمشي بلا كمال إيه أكيد ما بيمشي بلا كمال كمال مش ضروري أنا كون كمال يمكن يكون حدا غيري أو لك بينجح إذا حدا غيرك إيه فيه مصفين شخصين لأ طارق بنا نكون شوي صريحين يعني بالحيات حيجي تواضع بقى لأ أنا عملته بطريقتي يعني أنا ما عملته لا بعيته لا بيصرخ عملته كتير مستفز وبتشبه كتير ناس عنده النفوذ وهالقدة بعملونا عاطل بالحيات وببرودة بعملوك عاطل ببرودة وبيدعوصوا علينا ليوصلوا أول ما ما يعطتني الدور قلت الله إذا فيه أعملو بكتير برودة يعني حتى قمة الشهر طبعه تكون بكل بسمة أنا إن هلأ لأنه الإنسان اللي عنده سلطة واللي عنده باور ما أنه بحاجة ينفعل وعطولنا إحنا بالتمثيل شوية لبناني من روحا الصريخ إنه إذا أنا موجود وإذا أنا شرير لا مش هيك بالعكس لما وسميتهم للناس أكتر لأنه ببسمة وببرودة فإحضرت شخصية كمال موجودة بمجتمعنا اللبناني أكيد موجودة أكيد يعني يمكن أعلى رتبة عند المكسيكية المحافظة هون يعني بتروح بأعلى رتب مسؤولين كمانا هيك بيتصرفوا معها موجودة وإما كان بالحبوسة موجودة موجودة يعني وإما كان في حدا هو ماسك يعني مش ضروري يكون بسلطة كتير كبيرة أو بي عند الأفلام الأمريكاني دائما الشرير بيموت طيب ينبسطوا الناس هلأ إذا رجع عايش الشرير شو بيسير؟ أنا ضد هيدا الشي بتعرفي لا مثلا هلأ بيكتدين الناس لازم تنبسط ولازم نعطي الناس اللي بدونها بس بالحياة أجمالا ما بيموت الشرير يعني مش مانا عاد للحياة هون مانا عاد لأبدا مانا عاد لهون بالشرير دائما عنده السلطة والصحة والمال أكيد والقوة بيأكل ضعيف بكل شي بتركيبة الحياة يعني مش مانا هيدا واقع مثل ما بيقول لفونتان يعني هي حكم القوي مثل شريعة الغيب للأسف وهذا الشي بيزعلني أنا وع فكرة ما بدي هلأ أحدا يقول لا بس أنا هيدا الشي بيخليني أقطع بفترات شك كان بطريقة إيمانة بطريقة تركيبة الحياة حتى فكرة إنه السمكة الكبيرة بتاكل صغيرة وفكرة إنه الأسد بيأكل الغزال بلاقيها مانا عادلة بلاقيها فيها وجع قديش بتكون مبسوط بحياتك طريق أنك تعرفت على صباح على الكبار يعني نحن هلأ كما موجودين بقوضة وديع الصافي ببريستيج ميزيك عنجد أنا مبارح كنت عم بتخيل وقت عم بتذكر هيك بعلبك إنه وديع الصافي وقيف هون ملحم بركاته وقيف هوني صباح وقفت هون ملحم قديش هيك كتمع حاله بآخر مدي زعله ووجعه ومرضه بتعرفي أنا شفتها مرة واحدة للشحرورة وفكرت ما بتعرفني إنه شو أنا مين يعني إنه هادي صباحة فطلعت بوقتها كانت بتحضر لقلق أو هيك يعني تخيل لي كانت بتسامع يمكن إنه بينتقضوا ضحكتي أو شي فقالت لي خليك مثل ما أنت وما تتصنع وخليك عمول اللي أنت بدك تعمله وهيك راح تنجح والناس هيك راح يحبوك بتخيل لي لي كمين والتواضع طبعه بطريقة كيف بتسلم أنا شي وهوني مساج لهلا الموجودين اليوم يروقوا شوي ينزلوا شوي يقادوا على الأرض بقى حاج مفاقرين يتذكروا هني مشهورين ببلد يعني إنه خير تنزل ما عندهم لكهرباء لموتر لا هذا ما بدا يعني ما بدا هلقاد عن جرنه رد هلقاد ما بدا هلقاد طريق سويد بدي إخترعيك هيك ببعض الأمور أنت كنت بالأو تيفي شوي هيك بعض الأراء من زملائك هشام حداد من الأو تيفي على الأل بي سي فيك بكلمة يعني رائع يعني النجاح اللي عملوا كبير أكيد اللي عملوا على الأل بي سي أكبر بكتير يعني اليوم هشام حداد محلق يعني أنا 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 واقع بها الأمور بس كمان نجح بالأمور أكثر من عادل كرام؟ أكثر من عادل كرام حلق طينا نعتنوا بحبهم كل واحد قلو سي مين محلق أكثر؟ كل مرة بيكون حدا كل فترة بيكون حدا لا طريق بلا في فترة عادل بل العرب اللي مشاب رح رح قلك شي في فترة عادل كان يعني عادل كان حلق بحلقات وهكي وفي فترة صار هيش حسب الناس شو بده؟ والله حسب الناس شو بده؟ طيب إلي بسيل بالأو تيفي؟ إلي بسيل بالأو تيفي؟ كان محضر طوال مرة طوال مرة كان يقول فضايح وشو بيصير بالبرايفت بارتيز وهكي؟ لا بس هيدا ستيلو لأ إلي يعني هو بقوله بطريقة عادية يمكن هو بحس إنه هاكب هكي هو مين أكثر مقدم برامج بالأل بي سي بتحبه؟ بالأل بي سي؟ هم مالك مكتبة جو معلوف؟ كلهم بحبهم ما عندي طيب تفضل مارسيل غانم بالأل بي سي أو بالأم تيفي؟ بالأل بي سي بالأل بي سي وأنت وين بتلاقي حالك؟ بين أو تيفي، أم بي سي، أل بي سي، مش بالمسلسلات؟ لأم بالمسلسلات أنت للكل صح بتقديم البرامج بالأعداد؟ الأو تيفي بيدال فضلة كتير كبيرة علي كتير 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 يعني كل حياتي يعني هي شهرتك؟ نقلوني لمحل تاني، عطوني مجال بفرصة تانية من ورا الإعداد أخذوني على التقديم ونفتح لباب كتير أم بلش أعداد بالأو تيفي؟ أم بلش أعداد أي برنامج؟ لا أم بلش بالنيو تيفي مع نتالو برنامج نتالو مع شادي حنة وكانت ضحكوا بالأويفان كتير لشادي وسليه فمرة قال لي أنت لازم تقدم مش تعمل إعداد وهيك صورنا في لوت، هايك صاري هاي شو حلو ايه فمن الإعداد رحت لهون لوصلت لهون صح بس الأل بي سي هو حلم طفولة حلم كل إنسان بغي يشطير بروفزيولي يعني أنا من أنا أيام شرائط شمس الأل بي سي وهيك وأنا بقول شي نهار بدي يصير هون هيدا حلم أنك تطلع على شاشة الأل بي سي يعني منها لأنه بتعني لنا لقلنا يعني في إلا شيء هايك بالوجدان ما بعرف غريب والأم بي سي هي عطتني إذا بدك أنه يصير اسمي أكتر معروف عربياً رحت على الكوات رحت على بلاد عربية تانية شفت إذا الناس حبتني من وراء الصدمة وليه تركت الأم بي سي أو ليه؟ لا لا على رمضان رح ضلني الاتفاق هو الصدمة كل سنة رح بكون على رمضان الاتفاق هو بضلني على الأم بي سي برمضان بس ببقيت يعني ما في مشكلة بين كون عم طلع على شاشة محلية وشاشة عربية أنا بدي أتشكرك كتير صاري أهلا وسهلا فيك بما بدي هالقاد وإن شاء الله وقلنا لقاءات ثانية نحن وياك وهالقادة حلوة ومحظومة وتكون مرتاح فيها لما بديك وصاري إذا حكيت شيء بس أنا ما حكيت شيء ما حكيت شيء لا لا كل اللي حكيني بعد ما حكينا شيء ايه أوكي مرسي كلانجو على التصوير مرسي ماجي فارس على المكياج مرسي جرجع تايي على الكوفير مرسي جوزيف موجيبر على الرشاش جامعة الجي حلقة جديدة من ما بدي هالقاد كمعكن دايما الكاميرا هالا المرح كمع Okay جن ولي تحتاد ياخي ما بتحرز هالقاد في إش يا بهاد دنيا صعب ما بدي هالقاد بجن اقي من لكن لا تحتاد ياخي ما بتحرز هالقاد في إش يا بهاد دنيا صعب ما بدي هالقاد سدقني سدقني ما بدها الأد